بعض عرض الجديد تقرير عن مخالفة بناء في بلدة المنصورية منذ أسبوع بقيام أحد المقاولين بإنشاء مبنى ملاصق لشرفات مبنى قديم وذلك بترخيص من بلدية المنصورية ومن اتحاد بلديات المتن إلا أن البلدية والاتحاد تحركا بعد تقرير الجديد وعملا على حل الموضوع نحن اضطرينا أنه لحتى نخلص هذه المشكلة نمزوج القنون مع الأخلق لأنه إذا ما عملنا هيك ما بتنحل ترجعنا 3 مطار تقريبا عن البنية وطلعوا 70 متر اللي ترجعنا عنه بموافقة الكل موافقة الجهتين ورجعنا نزلنا البناء شوي لحتى قدرنا عطيناه حقول الزلمة بالبنية التاني ماك لا لا ضمنه من دون من خالف كما بالعلو يعني البنية نعملت 290 سنطة بل نعملت 313 سنطة أو 310 سنطة نعملت 290 سنطة من كل البنية العادية وقع سكان المبنيين إضافة إلى البلدية على الاتفاق الذي ينص على هدم المنطقة الصفراء من الخريطة وبذلك يصبح المبنى الجديد بعيدا أكثر من ثلاثة أمتار عن القديم أول شيء بنا نتشكر للتلفزيون الجديد لتوصيل صوتنا للاتحاد والبلدية وثانيا نشكر الاتحاد برئاسة الستميرنا المر والبلدية لتعاون لوجود حل للمشكلة الواقعة بهدم اسم من البناء القائم والتراجع مسافة كافية عن البناء تصيروا بعاد عن شرفات منتار؟ تقريبا بتصير مسافة بعيدة بين 3 و5 متار هي نقطة تحسب لبلدية المنصورية التي أخذت الانتقاد بإيجابية وعملت على حل خلاف بين مبنيين سيصبح سكانهما جيران المستقبل